اللغة العربية هي أكثر اللغات انتشاراً وتحتوي على الكثير من المفردات التي تزيد عن 12 مليون كلمة وهي لغة القرآن الكريم وقد وردت فيه بعض الكلمات التي تعد من أطول الكلمات ليس فقط في كتاب الله العزيز بل أيضاً في معاجم اللغة العربية وفي هذا الفيديو سنعرض عليكم أطول خمس كلمات عربية أولاً فأسقيناكموه وهي أطول الكلمات وجاءت في سورة الحجر الآية 22 وعدت حروفها 11 حرفاً ومصدرها الفعل سقى ثانياً أنلزمكموها وتعني أنجبركم على قبولها ونزلت في سورة هود الآية 28 وتتكون من عشرة أحرف أما أصل الكلمة فهو ألزم ثالثاً فسينفقونها وهي من الكلمات الطويلة وتتكون من عشرة أحرف وجاءت في سورة الأنفال الآية 36 رابعاً اقترفتموها وتعني كسبتموها ونزلت في سورة التوبة الآية 24 وعدت حروفها عشرة أحرف أما أصل الكلمة فهو اقترف خامساً ليستخلفنهم وعدت حروفها عشرة ونزلت في سورة النور الآية 55 أما أصل الكلمة فهو استخلف وأخيراً لا تنسوا أن تشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر